أهلا بحضرتكم من جديد بين الحين والآخر يكون بعض المتطرفين بإثارة مشاعر المسلمين بارتكابهم أبعال إجرامية لإهانة رموز الديانة الإسلامية عرق المصحف الشريف جريمة لم ولن يغفرها الأظهر الشريف بل والمجتمعات العربية كفة وأيضا لن تقف مكتوفة الأياد أمام هؤلاء المعتدين والتفاصيل في تغضيتنا سمحت الشرطة السويدية لزعيم حزب يميني بحرق نسخة من الكرآن في شارع العاصمة ستوك هولم وأقام المتطرف الدينماركي السويدي راسموس بالودان الذي يقود حزب مناهد للهجرة في الدينمارك حرق مصحف في ستوك هولم بالسويد أمام مكر السفارة التركية ودفع ذلك أنقرة لاستدعاء مبعوثها السويدي بسبب هذا العمل الاستفسازي حيث يتزمن هذا الخلافة الدبلوماسي الجديد في الوقت الذي تنتظر في ستوك هولم موافقة أنقرة على الاندمام إلى النيتو وأيضا كشف المتحدث باسم الشرطة السويدية أولا بأنه تمنح القوانين الدستورية السويدية حماية قوية لحرية الرأي ويعرف الجميع أهمية القدرة على التظاهر وحرية التعبير وقال بلودان الذي نظم العديد من فعاليات حرق المصحف أنه يأمل في اتخاذ موقف صغير من أجل حرية التعبير ضد تركيا خلال تجمع السفارة ومن ناحية أخرى كانت المؤسسات الدينية تقف بالمرصاد لكل من يعتدي على رموزها الإسلامية حيث أدان الأزهر الشريف واستنقر بشدة جدام مجموعة من الإرهابيين التابعين لليمين المتطرف السويدي على حرق المصحف الشريف وأكد على تواطئ السلطات السويدية مع هؤلاء المجرمين وقال الأزهر يعيد الأزهر التأكيد على أن هذه الأفعال الإجرامية الصادرة من الهمج لن تنال من حرمة المصحف الشريف في قلب إنسان متحد وسوف يظل في عليائه كتابا هديا الإنسانية جمعاء وموجها لقيم الخير والحق والجمال لا تنال من قدسيته أحقاض الضلين المجرمين ولا تصرفات باعة التعصب والحجد والنفوس المريضة من أصحاب السجلات السوداء في تاريخ التعصب والقراهية وحروب الأديان أيضا كما شدد الأزهر على ضرورة فتح تحقيق عاجل حول تكرار هذه الحوادث التي لا تقل في خطرها عن مردود الهجمات الإرهابية مشددا على أن السماح لهؤلاء المجرمين بتكرار هذه الاستفزازات تحت شعار حرية التعبير ولو بالصمت يعتبر تواطئ منبوذ يعيق من جهود تعزيز السلام وحوار الأديان والتواصل بين الشرق والغرب وبين العالم الإسلامي والعالم الغربي وأدان الأمين العامل منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طاها بأشد العبارات العمل الدنيء الذي أقدم عليه نشاطاء من اليمين المتطرف بحرك نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في استوكهولم بالسويد وبترخيص من السلطات السويدية وأثار هذا الفعل الإجرامي غضب الدول العربية كالإمارات والسعودية والكويت والأردن ومصر وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدول الإماراتية في بيان لها رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أيضا رفض وإدانة المملكة هذا الفعل الذي يؤجج القراهية والعنف ويهدد التعايش السلمي وبدورها أعربت وزارة الخارجية عن إدانة وستنكار المملكة العربية السعودية الشديدتين لسامح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركية في ستوك هولم كما أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوك هولم في تصرف مشين يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في كفة أنحاء العالم وحضرت مصر في بيان لوزارة الخارجية من مخاطر انتشار هذه الأعمال التي تسيء إلى الأديان وتؤجج خطاب القراهية والعنفة وفي تحرك سريع استدعت وزارة الخارجية التركية سفير السويدي لدى أنقرة وأبلغته إدانتها القرار بأشد العبارات إهانة الرموز الدينية ما هو إلا فتيل يشعل نار الفتنة الدينية وهو لم تسكت عنه الدول شعبا وحكومة ومؤسسات نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة